أيضا في مسألة المفاوضات هل تعتقد بأن سيكون الحل عبر الطاولة وأنهاء هذه الحرب لو سمحت باختصار؟ لا يوجد ثقة في روسيا كون روسيا لديها أطماع في المنطقة روسيا احتلت أوسيتيا وأبخازيا روسيا احتلت القرم روسيا أيضا لديها أطماع في مولدافيا إذن لا يمكن أن يكون هناك ضمانات حقيقية لدولة لديها تمتلك سلاح نووي وتؤشر به أنها ستستعملهم الأجن أن يتقبل العالم احتلالها لأراضي الدول الأخرى روسيا مشكلتها أنها الآن تراهن على الوقت فقط هي ترغب أن تكون هذه المفاوضات من أجل أن تقلل من حجم الضغوطات التي تمارس عليها هناك مشكلة حقيقية القادمة للأيام سيكون استغناء عن الغاز سيكون استغناء أيضا عن النفط كون أن الفصل صيف ويكون لا حاجة لهذه الكاميرات الكبيرة روسيا أصبحت معزولة الآن على المنح السياسي تريد من خلال المفاوضات أن تقنع العالم أنها تتفاوض وهنا هل تفق تركيا هذا العزل الدولي لروسيا أو أيضا لإنهاء هذه الحرب الروسية على أوكرانيا هناك شاهدنا تصريحات لديمتري بسكوف المتحدث بالسم أدن الكريملين يكون نختلف مع تركيا ولكن أنقرة تنطلق من مصالحها ولا تخضع للإملاءات وأمثال أردوغان في هذا الشأن قلة ماذا تقرأ من تصريحات الكريملين في الدور التركي اليوم الساعي لإنهاء هذه الحرب وزيارة ولقاء يجمع الرئيس بوتين وزيجنسكي في إسطنبول أو في أنقرة بداية تركيا فعلا لديها كل مقومات أن تكون هي الدولة ذات الوساطة لتجمع الطرفين على طاولة المفاوضات الأمر الثاني أنا أرى أن روسيا فعلا بحاجة إلى أن يرمى لها بحبل النجاة أو بطوق النجاة على طاولة السياسة كما ذكرت ليس من أجل الحل لأنها لديها أطماع ولكن من أجل امتصاص حالة العزلة الدولية التي تعاني منها الأمر السلس أنا بتصوري روسيا لا يوجد أمامها خيارات متاحة أخرى فجميع الدول كانت مصطفى ضد روسيا كون روسيا دولة معتدية أما تركيا فكانت واقفة مع القانون الدولية لم تقبل باحتلال القرم لم تعترف بالقرم لم تعترف بلوغانس ودونيسك أيضا وهي أيضا اعترضت على خطاب بوتين عندما كلم وخاطب الجيش الأوكراني ولكن بالضرورة تركيا أيضا تتعامل مع المشهد كحالة سياسية وسيطية لا تريد أن تصطف هي تعلم أن الغرب يراهن على كسر شوكة روسيا وهي لا تريد بالمقابل أن تكون روسيا في حالة عدمية وإنما تعود روسيا إلى حجمها الحقيقي وهي دولة كما خرجت بعد الفياد سيدة يوب ترجمة نانسي قنقر